لكن الصورة اللي هتظهر قدام حضراتكو دي دي بتلخص لكم وضع الطب في مصر وضع الصحة في مصر طلعونا الصورة لو سمحتوا كده على الهوى انا نفسي اعرف السيدة دي سواء هي اخت الزابط ولا امه ولا قاربته ولا يعني جن نزرق هي الست دي جاية معاها كورباج من اين يعني الاخت اللي بتدرب الممرضة اللي في الارض دي بالكورباج هو حضرتك الكورباج ده بيعمل معاك ايه يعني كان في شنطتك ولا كان في العربية ولا ده سلك كهرباء ولا ده خرطوم غسالة ايه ده ايه المنظر ده ايه حضرتك بتعملي ايه يا ستك كل انت بتعملي ايه انت مين اصلا في البلد ومين جاب لك حاجة زي كده معاك وايه قصة انك تختلف مع حد تقومي راح اجابها كورباج ونزلة ضرب فيه يعني برضو المشهد ده بصراحة مشهد عبثي جدا بيقولك قد ايه انقصة كلها عبارة عن فوضى لا فيه حماية ولا فيه تأمين ولا فيه حق للدكتور ولا حق للممرضة ولا فيه اي حاجة انا اخويا زابط جيش انا جوزي زابط جيش خلاص فاحنا الاسياد فدول عبيد فالعبيد بنعمل فيهم ايه بندربهم بالكورباج فايا دي مصر حضرتك هو ده المشهد ان احنا سادة بنضرب اي حد بالكورباج عادي جدا بتصور ما بتصورش ولا الهوى انا نفسي اعرف الست ريه ما تقبطش عليها حد دلوقتي ليه يعني ماشي الراجل ضرب الممرضة الاختهم مكورباج دي انهمت في بيتهم امبارح ليه ولا اول امبارح ما قصة دي من يوم الخميس فين الدولة يا جماعة فين النظام فين الشرطة ما او ده ده حاجة متصورة هي ما تقوليش ما عندناش كاميرات حاجة متصورة هي صوته صورة وهي مسكة كورباج وبتضرب بيه ولكن ما فيش اي حاجة طيب في السعودية مثلا تعالوا نقارن عشان حدا هيقول لي انه لا اصدده بيحصل في اي حتة في العالم في انت النبرة بتاعت مصر لبريطانيا بيحصل فيها هنعرف كمان شوية من دكتور محمد فتوح ده بيحصل في بريطانيا ولا لا لكن تعالوا نشوف كده السعودية جماعة العقوبة الاعتداء على الاطباء هناك بيبقى ايه بيحصل معهم ايه الاعتداء على الممارس الصحي لفظيا وجزاديا جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل الى عشر سنوات غرامة مالية تصل الى مليون ريال طيب دي المملكة العربية السعودية تعالوا نروح امريكا نشوف كده امريكا فيها ايه اليكس وابلز دي ممرضة باحدة المستشفيات الجامعية بالولايات المتحدة فجأت بدخول راجل شرطة للمستشفى طلب منها اخذ عيين الدم وتحليلها لسائق شاحنة مريض يعالج في المستشفى وتسليمه النتيجة قالت له المريض ده متهم رسمي او مشتبه بيه وفق الاجراءات في طلب رسمي من الشرطة ان احنا نعمل الكلام ده فجرها على الجدار وكلبشها وسحبها على عربية الشرطة وكاميرات المستشفى صورت الكلام ده كله الصور لقدام حضراتكو طيب حصل ايه بقى بعد كده تم اطلاق صراحة فرفعت قضية على شرطة الولاية فالمستشفى وقفت معاها ما جالهاش مدير مستشفى عرة ولا وكيلة وزارة عروسة مارونيت قالت لها ما لناش علاقة بيك وقفوا معاها وكسبت القضية والقضاء هناك حكم لها بتعويض نص مليون دولار وتم فصل الشرطي المهزأ البلطاجي ده من عمله وتم تخفيض رتبة القائد بتاعه لانه معرفش يربيه او يعلمه وطلعوا قانون بيمنع الشرطة من التوجه شخصيا للمستشفى للحصول على العينات لكن بتبعى الطلبات مكتوبة دي الصورة يا جماعة ودي المقارنات اللي بتحصل في اي حتة في العالم